هناك قضية أساسية بالإضافة لما تفضل به دكتور أحمد القضية الأساسية أنه أولا المواطن حال حال أي متلقي سواء كان مواطنا عادي مستهلك أو مواطنا مستثمرا لا يثق بالدولة لأنه من صار 1964 ناموا الناس الصبح قاعدة ولقوا قرار تأميم المصارف فما كان مستثمر بعد يؤمن بشيء اسمه قطاع خاص مثلا بالمصارف أو أكو مصارف بعدين بالتسعينات لما انفتحت المصارف الخاصة كانت هي مصارف لإعانة النظام في سبيل توفير سيولة المالية هذه المصارف أيضا بنفس الوقت كانت تلزم بقرارات النظام الشمولي الموجود اللي هي لما أجي نفترضاني عندي وديعة وعندي أموال حساب فاتحة هناك وحطها أموالي أروح أرض أصحاب أموالي ممنوع أصحابها أصحاب شنفرس وهذا غلط هذا منافي أساسي لقانون المصارف في خلق النقود اللي لأنه هو أصلا مفروض عنده اسمال كافي بحيث يغطي عمليات الإيداع والاقتراض ويحركها الشيء الثالث أيضا أنه بعد 2003 وكانت هناك حرية الصرف والانتقال إلى اقتصاد السوق وقطاع مصرفي خاص حر المفروض صارت المرة بالعكس بدون ضوابط يعني كل من يجي عنده فلوس يقدر يفتح مصرف لكن في حقيقة الأمر كل هذه المصارف هي مصارف لا تمارس الخدمات البنكية والمصرفية المتعارف عليها بالعالم بل هي دكاكين صيرفة لأنه تستفيد من قضية المزاد وتأخذ فلوس وتعيش من فرق السعر وبالتالي حالها حال أي دكان صيرفة مع الشديد الأسف وليست مثل دول العالم المتطورة اللي بيها تكون متطورة تقدم الدور التنموي للمصارف هنا من يصير هاتشي المواطب بعد ما يأمن وللعلم لما بالفترة الأخيرة بدت أن بعض المغريات وبعض الضغط الوظيفي على توطين الرواتب كان حتى ما شفنا أن المواطن يراجع المصارف على التوطين أو عندها بطاقات الكي كارد وغيرها هذه قضايا مهمة فإحنا إذا نريد أن نسحب الاكتناس أكو هواية طرق طرق الاستثمارات طرق تشجيع المواطن على الدخول للسوق الأوراق المالية لهدمت الاستثمار غير مباشر كذلك الاستثمارات الضرورية سندات غيرها لكن مع شديد الأسف لحد الآن الأشهزة المعنية لا تحظى بثقة المواطن بسبب ما يرد من أخبار غير مشجعة وأيضا بسبب تخلف الإداء الوظيفي للكوادر البشرية لهذه المؤسسات اشتركوا في القناة